خيوط سيطرة على مدينتين اقتصاديتين هامتين في اليمن سحبت من أيدي الميليشيات الحوثية تتغير في أيام قليلة خارطة توزيع القوى وفق مراقبين فبعد أن كانت الميليشيات مسيطرة على ثلاث مدريات في شبوة تمكن الجيش وقوات العمالقة من استعادتها والتقدم نحو محافظة مأرب المجاورة والتي دخلت المعارك فيها مرحلة جديدة وتم إعلان الطرق الرابطة بين محافظات مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات عسكرية أي أنه سيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق غير أن المشهد اليمني الحالي يمتد إلى ما بعد استعادة شبوة ومأرب وحتى البيضاء فجوهر المعركة مع الحوثيين وبعدها الحقيقي في تحديد تغيير الموازين يتمثلوا بالوصول إلى العاصمة صنعاء وفق مراقبين لافتين إلى ضرورة تحريك كافة الجبهات وفي مختلف المواقع القتالية باتجاه صنعاء والحديدة وحجة والجوف وصعدة كذلك وذلك الاستغلال حالة الإرباك المسيطرة على الميليشيات التي تعجز حاليا عن الضغط إلا في مكان واحد قبل التحول إلى غيره واستبعدوا فعالية استمرار الحرب في منطقة واحدة بعينها علما بأن تغييرا ملحوظا دخل على خطابات الحوثيين والإعلام التابع لهم مؤخرا شملت تنازلات عن بعض الامتيازات التي فرضوها وصفت هذه الخطوة بالمروغات خوفا مما قد يحدث مستقبلا أما الموازين الحقيقية فيراها يمنيون معلقة على جوانب صندوق الاقتراع بعد إنهاء الانقلاب واستعادة اليمن ككل